السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا انا اليوم راح بكم راح نلجأ للكتاب هذا طبعا للتوضيح ولكن هرفع لكم الورقتين اللي حاخذهم من هنا تماما مش اشي جديد ولكن اشي تعزيز ما او توضيح ما اخذناه سابقا فمثل ما ذكرنا بالنسبة للصفات الملكية حكينا لما انا بدأ احكي عن نفسي مثلا بحكي انه لاهذا ابي بحكي امي بحكي اخي ب protesters طيب الان في شخص بيحكي عن حدا اخر يعني مثلا انا بحكي عن حدا غائب عن هologist شخص غائب تمام يكون ه dammit او ا Lei او واحد او واحد او واحد انا بحكي عن حدا مش موجود , هنا انا بحكي عن يعني عن والده بحكي son père يعني هذا إيش بيكون هذا أبو son père تمام أوكي هاي أمو بحكي sa mère شو بحكي عنها سامير أوكي الآن هدول الاتنين بيكونوا والدي بحكي عنهم ses parents يعني والدي يعني his father and his mother فبحكي عنهم إيه ses parents ليش لأنه مما الاتنين والدي هيا إحنا لما نحكي عن واحد عن طفل يعني مش موجود طفل غائب لأن إحنا بنحكي عن طفلة غائبة بنفس الحاجة تمام ضمير يعني يعني بنحكي عن شخص مش موجود نفس الشيء بنحكي عن هي بنت إحنا قبل شو كنا نحكي عن ورد فهنا بنحكي son père أبوها و Samer أمها و ses parents والديها فالمقصود هنا إنه إيه إنه أنا بستخدم son تمام سواء كان ولد ولا بنت اللي أنا بدي أحكي الشخص المالك أو الشخص اللي أنا بحكي عنه سواء ولد أو بنت فبحكي son طالما إنه أنا بحكي عن أبو أو أبوها تمام نفس الشيء بحكي سا طالما أنا بحكي عن أمه أو أمها فبالتالي أنا بطلع للجنس بتاع الشخص أو الشغلة اللي بعد son ou sa مش اللي قبل son ou sa فبالتالي هنا لن نحكي أبو son père أبوها son père نفس الشيء تمام طيب الآن هنا يعني بحكي إنه هاي الضمائر هاي الجدوى الحلو كتير اللي بالنسبة للضمائر إذا أنا بحكي عن جو عن نفسي فبالتالي الماي بالنسبة لإلي اللي هي mon père ma mère mes parents تمام إذا أنا بحكي عن tu أنت فاليور بالنسبة لtu عبارة عن ton père ta mère tes parents بالنسبة لإيل وإيل طبعا بيأخذوا نفس الشيء son père sa mère c'est parent أما بالنسبة لنو إذا نحن بنحكي notre père يعني أبونا notre mère أمنا و nos parents لو والدينا بشكل عام إذا أنا بحكي معكم أنتم بصيغة الجمع فبالتالي بحكي votre père يعني أبوكم votre mère أمكم و vos parents والديكم إذا أنا بحكي عنهم أو عن هن يعني البنات أو الشباب تمام غائبين فبحكي leur père أبوهم أو أبوهن نفس الحاجة leur mère أمهم أو أمهن تمام أو ممكن أجل أحكي leur parents معناها أنه والديهم أو والديهن تمام طيب هنا بحكينا أن الإس بعدها تصير زد هذا شيء طبيعي نحن أخذ مثال على الموضوع هذا بإختصار ما يريدك تعمل في نستخدم من أو ما يعني الماء المذكر أو المؤنف ممكن أجل أحكي هنا عندي أب أب مذكر فأجل أحكي أم أم فبالتالي أنا أحكي أم هنا أعنزن لكم شوي طيب معنى أم مؤنف فبالتالي طبعا خلينا ترجم بير إي بلون الأب يعني أشقر بلون معنى أشقر فالبير مذكر بستخدم أم إلها مير إي برون برون معنى سمراء أو قامحية تمام فبالتالي مش بلاك يعني لكن على سمر يعني الناس البشر تم قامحية كده فبالتالي مير معنى أم تمام فباج بحكي ما مير مش مون مير بحكي ما مير أم فخير كيفان الأخ كيفان إي بلون أشقر فبدا أكتب عنو من فخير اللي هو أخي كيفان أشقر سور كليمانس إي برون أو أختي كليمانس يعني سمراء فشو أنا بدأ أحكي ما سور شو بدأ أحكي ما سور كليمانس يعني أختي كليمانس هي طبعا سمراء بخوفيسور إي شاتان شاتان لون كاستناء يعني تمام بخوفيسور بغد النظر ممكن بخوفيسور تكون مذكر أو مؤنث بالمناسبة لأن كلمة بخوفيسور بتنفع لأستاذ والأستاذة فممكن أنا أجل أحكي ما بخوفيسور إي شاتان أو ما بخوفيسور إي شاتان بخوفيسور نفس الحاج وك الآن اللي بدنا ناخده هنا مو ما أو مي بدنا نستخدم هنا تمام هنا في عندي ميو الميو بتاع الإسباحة أو الميو اللي بنلبسه السيرفيات اللي هي الممسحة اللي بنمسحها الشامبوين تمام اللي هو الشامبوين هنا في المسبح أنا ألابيسين معناها المسبح الأليكول في المدرسة في المدرسة شو أنا ليفغ الكتب ديكسيونير أو القاموس لاحظوا في عندي كلمات مذكر في عندي كلمات مفرد وجمع مفرد 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 عندي هنا مفرد جمع جمع تمام تمام أوكي الآن أنا هنا بدأ أستخدم مو ولا ما أو ما على سبيل المثال ميو مذكر باجي بحكي مو ميو تمام سيرفيات مؤنث بحكي ما سيرفيات تمام ميو طبعا شامبوان مذكر فبالتالي أنا باجي بحكي جمبورت ولما بروح على البسين جمبورت معناها أنا بأخذ معي مو ميو ما سيرفيات ومو شامبوان لما بروح يعني على الإكل بروح على المدرسة جمبورت بأخذ معي ام بورت بأخذ اللي هو الفعل هذا ام بورت تمام يعني بأخذ معا من ستيلو مي كي دفاتري مي ليفغ اللي هو دكسيونير طبعا مذكر تمام طيب هنا احنا بنا نكمل بصن أو سا أو سي معنا الكلام نقوله نحن نحكي عن إيل عن واحد أو نحكي عن إيل عن واحد فبالتالي لبير دو ماري والد ماري شو بنحكي عنه بنحكي عنه صن بير طيب لامير دو بول ام بول شو احنا بنحكي عنها طبعا طالما هي احنا بنحكي عن بول شخص غائب فبالتالي بدي استخدم صن أو سا على طول طبعا احنا صن أو سا لأنه شخص غائب لكن احنا بنحكي عن امه فبالتالي نحن بدي سا مار شو بدي يا جماعة سا مار واضح طيب الان لفوتور دو جون سيارة جون جون غائب على وزن إيل فبالتالي الشغلات اللي بتاخد إيل على طول هي صن أو سا وي سي على طول من حد ما أشوف ان هذا شخص غائب عبارة عن إيل أو إيل فبعرف ان انا بدي واحدة من الثلاثة دول صن أو سا أو سي كيف انا بدي اعرف الان مين بالزبط صن أو سا أو سي باجه بطلع سيارة اللي اللي هو بيمتلكها هي مؤنث فبالتالي بتصير عندي سا تمام بتصير سا سا سيارة 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 اللي هي دراجة فيلو معناها الدراجة الهوائية دول دراجة بتاعت اللي هو طبعا انا على طول بدا استخدم اللي هي صن ليش لان انا بستخدم بحكي عن حدا غائب صن فيلو يعني ايش بنقول هذي دراجته ها طبعا دراجته ها واضح طيب الآن بنشوف دفتر الطالب أو دفتر الطالب اللي تدينت الطالبة فبمجرد ما اني انا بشوف انه في عندي طالبة يعني غائب فعندي صن أو س أو س فباجي لو كي هو عبارة عن كلمة مذكر فباجي بحط صن تمام كي تمام فبكمل صن كي اللي هو الدفتر اوكي اللي هو كتاب الاستاذ فهنا بنجي بنحكي طبعا لوليف عبارة عن كلمة مذكر فباجي بحط صن تمام صن ليل اوكي اوكي بنجي عن بمجرد بمجرد ما اني اشوف انه في عندي الكلام بتبلش على طول بستخدم صن ليش لانها بتبلش بفويل يعني بغض النظر مذكر او معنا طبعا هي معروف انها مؤنث لانا بتنتهي باي ولكن بغض النظر هي مؤنث المذكر طالما هي بتبلش باي فانا بدا حط صنا تمام صديقة اوكي بدنا نكمل هنا في هنا طبعا تمرين للي بحاب يكمله بقدر يكمله ما نضل عندنا وقت وهنا طبعا هنا نفس الشيء بيقول لك بدك تكمل بالأجيكتيف أو بنسميهم ليه شغلات الملكية تمام طبعا هذا شخص بنحكي عنه اوغدوني شخص مرتب هنا يعني هدول عدة اشخاص بنحكي عنهم انهم غير مرتبين الآن هذا الشخص اللي مرتب بنحكي عنه غرفته اي بيان غونجي غرفته كتير مرتبة يعني مرتبة منيح مصفتة ومرتبة كويس فهنا الغرفة مؤنت فبنحط سا لي اي بيان في السرير معمول كويس مرتب كويس برضو اي بيان في يعني كتير معمول طريقة مهاذبة فلي هنا عبارة عن السرير هو عبارة عن كلمة مذكر للي فبالتالي انا شو بدي اجي اساوي بطالما هي للي فبدي اجي احكي صن لي طيب جمع بحط الكتابة الكلمات اللي بتنتي بيو ار اي هي مؤنف فبالتالي الكتابة ممكن قراءتها فبالتالي بحكي لانه حتى هي مؤنف مفروض احط جمع فبحط سي كي صن بخاب نيجي هنا لان هذو عدة اشخاص ليس شخص واحد العدة اشخاص اللي على وزن قيل لدينا شغلتين اما بستخدم لغ او بستخدم لغ الهأس اذا كان هما الشغلة اللي بنحكي عنها هي شغلة مفرد فبستخدم لغ اما اذا كانت جمع فبستخدم لغ اللي بتنتي نجي نشوف هنا على سبيل المثال الآن الغرفة كانت مفرد عندي غرفة غرفة مفرد فبالتالي لغ اما بالنسبة للسرير برضو السرير مفرد تمام بدأ نقل الكلمة المجد هنا فلي سرير مفرد فبدي اضع لغ الآن فيتمو تمام هي اختصار الى فيتمو جمع فبالتالي انا بدي حط ملابس هم يعني مش قطة واحدة عدة من قطع من الملابس لهم جميعا الآن هنا طبعا حاجة واحدة مش عدة شغلات فبدي اضع لغ هنا في عندي اختصار لغ اللي بدون اس هنا هي اختصار لغ فهي كانت جمع فبدي اجي اضع لغ طبعا واضح بتمنى تكونوا فيمتو الدرس نجي نأخذ التمرين اللي موجود عندنا هنا في الكراس بتاعتنا او الملزمة بتاعتنا الآن باجي بحكي جي ين فمي انا عندي عائلة تمام هاي العائلة بتكون ماي فاميلي صح ولا لا فاميلي هنا بالفرنسي مؤنث فمي عبارة عن كلمة مؤنثة فماي المؤنثة هي عبارة عن ما باللغة الفرنسية تمام طيب نجعل بعدها هي عندها رقم تليفون الى هي عندها شي هاز فالآن هي عبارة عن كلمة مذكر فالآن باجي بحكي يعني بمعنى شو بمعنى طيب الآن طالما احنا بنحكي عن بنت تمام بنحكي عن اي جماعة بنحكي عن بنت البنت هي هاي صح فأنا بدي استخدم اما ص او ص او ص واحدة من الثلاثة طالما انا بحكي عن بنت فبدي استخدم اما ص او ص او ص والبنت غائل فالآن بنجي بنطلع اذا الكلمة اللي بنحكي عنها مذكر بنستخدم ص مؤنث بنستخدم ص اذا جمع بنستخدم ص فنحنا بنجي بنطلع الكلام اللي احنا بنحكي عنها هي عندها رقم تليفون رقم تليفون هذا يعبار عن كلمة مذكر فبالتالي انا بدي احط ص تليفون ص نمغ اسف يعني رقمها طيب يعني عندكم تليفون تمام فبالتالي ومجرد ما اني انا بشوف بعرف انه انا بدي واحدة من التنتين اما بتاعة المفرد سواء مذكر او مؤنذ تمام او بدي استخدم هاي اللي هي بتاعة الجمع البلوغي فبالتالي انا من حد ما شوف فبالتالي عندي اما فوتخ او بطلع اش اللي ينقصني الان ينقصني ان اعرف الشغل اللي انا بحكي عنها الشغل المفرد هل هي طبعا مفرد ولا جمع بغض النظر عن مذكر او مؤنذ فبطلع بلاقي ان تليفون هي عبار عن كلمة مفرد فبالتالي بحكي سيف فوتخ تليفون بالضبط كيف انا بجي بحكي لك عندكم تليفون هذا تليفون عندها رقم تليفون هذا رقمها تمام عندي عائلة هذه عائلتي تمام اوكي نجعل رقم تلاتة تي ا انقوم بدي اكبر الخط شوي اوكي اوكي معلش تي اينقوم عندك محايا اينقوم معنا محايا فبطلع انا هنا بحكي عن تي طالما انا شوف تي على طوب بذكر شو هي الضمائر اللي بتيجي مع تي اللي يعبر عن تا وي تا وي تي تمام طيب الان انا بدي اشوف الشغل اللي انا بحكي عن المؤنث والجمع هي طبعا مؤنث لانها اينقوم هي ممسحة او محايا فبالتالي اينقوم فانا هنا بدي استخدم طبعا تا سي تا قوم نجي على رقم خمسة الى اينميزون هو عنده طبعا بيت انا بحكي عن مين بحكي عن ايل ايل الصفات الملكية له ثلاثة سان وي سا وي سي الان البيت هل هو مؤنث بحكي سان ميزون يعني هذا بيت وي بنجي على فبالتالي انا اللي بطلع من حد ما اشوف الجملة في عندي نو وفي عندي ان ليفغ في عندي شغلتين في الجملة صح ولا لا نو الصفات الملكية اللي هتنتين اما نوت بتاعت المفرد واما نو بتاعت الجامع نوت طبعا سواء كان الشغل اللي بحك عنها طول نوت فشو بحاجة 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 عندي كالتالي سي تمام ليفغ بحاجة نوت تمام هيك حلنا نيجي لجملة رقم ستة نو زعون اللي بغ آسف هيا الجملة رقم سبعة يزون ان الفان يعني هما عندهم طفل تمام على طول انا من حد ما اشوف انه في عندي حد ما شوف الجملة بطلعيش العناصر في الجملة هنا بحكي ليل الضمير شو ويل وشو شغل اللي بمتلكوها ان ان فان طفل طيب ال اللي هات انتين صفات ملكية اما لغ المفرد وام لغ الجمع وان ان 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 فان ان ان فان ان فالتالي بصير س تمام فراغ ان فان بصير س لغ ان يعني هذا طفلهم تمام طيب نيجي للجملة رقم تمانية ج يونامي باليستيني في عندي عناصر موجودة عندي هنا العناصر العنصر الاول اللي هي الجو والعنصر التاني اللي هو يونامي المالك هو جو والشغل الممتلك اللي هي يونامي تعال نشوف عننا هنا عشان نعرف طالما المالك عندي جو اللي هو الضمير يعني جو فصفات الملكية الثلاثة زي ما احنا عارفين طيب الآن يونامي صديقة تمام يونامي صديقة يونامي هي مؤنثة صح ولا لا فبالتالي أنا شو بدأ استخدم إلها هاي المذكرة المؤنثة للجمع فراح استخدم إلها ولكن ايش اللي بصير عندي لما باجي أنا باستخدم إلها لحيا الخاص لما باستخدم إلها هاي ما امي راح يصير فيه عندي حرف علة وراح حرف علة فبالتالي أنا باستبدل مو باستبدلها بما باستبدلها بمو يعني هذه الشغلة حكينا عنها منذ البداية إنه إذا كان عندي الشغلة الممتلكة أو الشغلة اللي أنا بمتلك بتبدأ بفويل أو حرف المثال لما نجي نحكي مثلا إكريتور هي مؤنث ما بنفع أحكي ما إكريتور لازم أحكي مون إكريتور وأمي على سبيل المثال وغض المنظر مذكر أو مؤنث لازم أستخدم إلها مو نفس الشي لما بدأ أجه أستخدم صن واستخدم طبعا اللي هو طن تمام طيب أنا كاين أكتب هنا يريت بتمنى إنه يكون الإشي كان واضح طيب نرجع للموضوعنا الجملة رقم تمانية هنا أنا بدأ نستخدم يصير سونامي الجملة رقم تسعة إلها عندهم قلم تمام الآن نحلل الجملة على طول مين الضمير اللي هما إل هما الملكين وشو الشغلة الممتلكة تمام يعني قلم الآن قلم مذكر مفرد فبالتالي إل صفات الملكية اللي هما لغ اللي هو عن كلمة أنستيلو هي عبارة عن كلمة مفرد طالما هي كلمة مفرد بدأ استخدم إلها لغ فبالتالي الجملة بتصير كالتالي سي تمام لغ تمام هو ستيلو أوكي نيجي للجملة اللي بعدها تُو أين أمي يعني أنت عندك صديقة تمام أوكي تعال نشوف شو هي يعني العناصر الموجودة في الجملة عندي تُو تُو صفات الملكية اللي معها تلاتة اللي هي تان إذا مذكر و تا إذا مؤنث و تي إذا جمع الآن شو العنصر الثاني الشغلة الممتلكة اللي هي أمي تعال نشوف مذكر ولا مؤنث أمي مؤنث فبالتالي أنا هنا بدي أحل الجملة كالتالي سي فراغ أمي أوكي الآن هل بنفع هي مؤنث هل بنفع أستخدم تا منطقيا أو نحويا هو أنا لازم أستخدم تا ولكن المشكلة عندي لو أنا استخدم تا بتنتهي بفاول وأمي طبعا بتبلش بفايل أو فاول فبالتالي أنا مضطر أستخدم تون بسير سي تون واضح يا جماعة طيب الآن لو إجينا هنا السؤال الرقم ثلاثة بيحكي لك استخدم تون أو تا هنا تعال على طول شوف الكلمة مذكر ولا مؤنث إذا كانت مذكر استخدم إلا تون وإذا كانت مؤنث استخدم إلا تا وإذا كانت مؤنث بتبدأ بفايل اللي هو فاول يعني أو حرف علا فبتستخدم إلا تون مش تا تعال نشوف نوميرو مذكر باستخدم إلا تون أدرس بغض النظر مذكر والمؤنث على طول مضطر استخدم إلا تون لأنها بتبلش بفاول مهنة هي مؤنث لأن الكلمات اللي بتنتي بسيون والسيون اللي هيك أو والسيون اللي هيك فهاي كلمات كل هيتها مؤنث فبالتالي هنا بصير تا ديغيكتور ديغيكتور الكلمات اللي انت بتنتي بأغ إحنا عارفينها من فرنسي واحد إنه هي مذكر المؤنث منها أز صح طيب الآن ديغيكتور فبدا حط دات دات وعبرة عن تاريخ هي كلمة مؤنث بسير تاد تا تمام تاد دون يصنع أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس وإلى لقاء في الدرس القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته